السلام عليكم طلاب الصف الأول المتوسط درسنا لهذا اليوم المجموعات والعمليات عليها اختارينا مجموعة من التمارين لاحظ ربط للموضوع أولاً تعرف على معلومات إضعفية المجموعة الأولى المطلوب فيها كتابة عناصر المجموعات التالية ثم حدد أي منها منتهية وأي منها غير منتهية في المجموعات أو الدروس السابقة ذكرنا شن المجموعة شن الأنصر شن المجموعة المنتهية شن المجموعة الغير منتهية الآن مطلوب من الطالب أولاً كتابة المجموعات والتعرف على الرموز الجديدة في هذا الموضوع جواب النقطة الأولى رح تكون الجواب بهذا الشكل اسم المجموعة في البداية اسم المجموعة أي يساوي عناصر المجموعة X مكتوبة بالألفاظ X عدد صحيح أكبر من سالب 3 في الحالة رح أكتب المجموعة مرة ثانية رح تصبح الأي تساوي ما هي مجموعة الأعداد الصحيحة اللي هي أكبر من سالب 3 أكبر من سالب 3 هي سالب 2 سالب 1 صفر 1 2 نقاط إلى المال لأنها مجموعة غير منتهية بعد كتابة المجموعة أول مرة كتابة عناصر المجموعة ثم تحديد هل هي منتهية أو غير منتهية الجواب هنا مجموعة غير منتهية نحن أيضاً نكتب الدعمة مجموعة غير منتهية لأن عناصرها غير محددة إلى المالاني هذا بالنسبة للمجموعة الأولى المجموعة الثانية اختارين الحرف B اسم للمجموعة عناصرها من الأعداد الصحيحة عناصرها من الأعداد الصحيحة عناصرها للمجموعة أكبر وتساوي 6 بما أن هنا موجود أنصر المساوات أي أن الأنصر 6 داخل في المجموعة اكتبوا هذه المجموعة اسمه حرف B عناصر هذه المجموعة تبدأ بالعدد 6 الستة موجودة من علاقة الوساوي تنتمي الأعداد الصحيحة ستة سبعة ثمانية تسعة الأعداد تزداد بمقدار واحد واحد أيضا مجموعة غير منتهية مجموعة غير منتهية التركيز في البداية على كتابة عناصر المجموعة مجموعة أخرى الفرق سي المجموعة هنا اسمها زت انطها إشارة بالأعلى لحظ إشارة بسيطة مثل الأعداد السالبة عناصرها من الأعداد الصحيحة العناصر هي أصغر من الصفر نفس الإسم خلي الإشارة هنا بهذا الشكل يساوي ما هي الأعداد الأصغر من الصفر اللي هي سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب أربعة إلى المالة نهاية إذن أيضا مجموعة غير منتهية مجموعة غير منتهية المجموعة الأخرى أنطها اسم المجموعة حرف D عناصرها من الأعداد الصحيحة العناصر هي أصغر من السبعة نحب أكبر من أربعة عشر نحن المجموعة محصورة بين عددين اسم المجموعة أولا D تساوي نحب هنا أصغر من أصغر من مجموعة أكبر وأصغر واختارينها فكرتين عناصر المجموعة داخل القوس لح مجموعتنا هنا بهذا الشكل قراءتها لازم تكون قراءة صحيحة عناصر أكبر من السبعة تصير وأصغر من الأربعة عشر بهذا الشكل تصير قراءتها صحيحة رمز واحد يتقرأ باتجاهين عناصر مجموعة أكبر من السبعة أصغر من الأربعة عشر هذه القراءة الصحيحة يجب أن يكون هناك تصحيح بالكتاب بهذا الشكل مجموعة من فصلتين ما هي العناصر الأكبر من السبعة وأصغر من الأربعة عشر العناصر هي ثمانية تسعة عشرة دعش نعاش تبتاش الأربعة عشر ما تكتب لأن ماكو علاقة يساوي هذه عناصر المجموعة بهذا الشكل هذه المجموعة هنا محدثة العناصر تبدأ بالعدد 8 تنتهي بالعدد 13 إذن هي مجموعة منتهية مجموعة منتهية هناك يجب أن يكون تصحيح بالكتاب في هذا النقطة بالضبط النقطة التي بعدها اسم المجموعة حرف K عناصرها من العداد الصحيحة الموجبة X عدد زوجي الأعداد الزوجية لا أحمد هنا ما حدد بس هنا أذكر أعداد زوجية أرجع للسؤول الأعداد الصحيحة هنا موجبة أول الأعداد الزوجية هو الأعداد الصفر الصفر هنا لا أحمل إشارة لا موجبة وسالبة فأنا أبدأ من العدد 2 موجب 2 موجب 4 موجب 6 موجب 8 إلى المالة نهاية إذن مجموعة غير منتهية مجموعة غير منتهية الملاحظة إذا كتب الأعداد الزوجية فقط يكون الصفر موجود إذا قال الأعداد الزوجية الموجبة فالصفر لا موجب ولا سالب ولا يكتب ضمن عناصر المجموعة هنا يجب أن يكون تشغيل صحيح لعناصر المجموعة المجموعة اللي بعدها حرف إش اسم للمجموعة عناصرهم الأعداد الصحيحة كل منها يقبل القسمة على الخمسة بدون باقي إذن أول أنصر يقبل عدد الخمسة هو العدد خمسة نفسه ثم مضاعفات العدد خمسة عشرة مستعش عشرين وإلى المالة نهاية هل تعتبر عدم مجموعة غير منتهية مجموعة غير منتهية يمكن معرفة عناصرها لكن لا يمكن تحديدها العناصر تنتهي بالمالة نهاية هاي الفكرة الأولى المطلوب كتابة عناصر المجموعة بشكل صحيح مراعاة المساواة وعدم المساواة ثانيا يجب أن تكون المجموعة بشكل صحيح أثناء القراءة استخدم مرة اللفظ كلام اللفظي ومرة استخدم التعبير بالرموز هذا بالنسبة للجزء الأول في الجزء الثاني يطلب من الطالب أن يستخدم الرموز اللي هي ينتمي ولا ينتمي ومجموعة جزئية ومجموعة غير جزئية وحمالية المساواة وغير المساواة والتقاطع والاتحاد نطاني مجموعة من المجموعات بين كل مجموعة ومجموعة ثانية توجد علاقة رياضية يجب استخدام أحد هذه الرموز للحصول على عبارة صحيحة وليس أي رمز يجب أن تكون الرمز يتحقق العبارة الصحيحة هناك أكثر من رمز يحقق العبارة أيهما يحقق الشروط هو الذي يستخدم في الحل المجموعة الأولى والثانية لاحظ مجموعة العناصر الأولى معلومة العناصر عناصرها أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية المجموعة الثانية كتبها بطريقة الصفة المميزة على الطالب هنا أن يكتب المجموعة ويقارن بيناتهم المجموعة الثانية تكتب بالمسودة أو تحت المجموعة نفسها معرفة عناصرها بشكل صحيح حتى ما يسر عند الطالب خلط بيناتهم المجموعة الثانية نقرأها بهذا الشكل X أكبر من الثلاثة أصغر من التسعة الأكبر من الثلاثة هي العناصر الأربعة والخمسة، ستة، سبعة، والثمانية وأصغر من التسعة تقفض هذا العنصر ثم نقارن بين المجموعة الأولى والمجموعة التي حصلنا عليها عن طريق كتابة عناصرها الأربعة موجودة ينتمي كذلك الأنصر الخمسة، الأنصر الستة، الأنصر السبعة، والأنصر الثمانية هنا الطالب يقدر يكتب أكثر من رمز يقدر يكتب المجموعة الأولى تساوي المجموعة الثانية يستخدم يساوي عدد عناصر المجموعة الأولى ونفس عناصر المجموعة الثانية طالب آخر يكتب مجموعة جزئية الجوابين صحيحات أيها الأفضل المساواة لأن العناصر نفسها إذا كانت المجموعة الأولى جزئية من الجموعة الثانية والمجموعة الثانية جزئية من المجموعة الأولى فإن المجموعتان متساويتان إذن هنا الجوابين صحيحات للمجموعة الأولى ننتقل إلى النقطة ثانية النقطة الثانية عند مجموعة العناصر سالب 1 صفر 1 2 3 مجموعة تحتوي على خمسة عناصر المجموعة الثانية كتبها بطريقة أيضا الصفة المميزة الأكس تنتمي لأعداد الصحيحة الأكس أكبر من الثنين وأصغر من العدد خمسة يجب كتابة هذه المجموعة هنا بالمسودة الأكبر من الثنين وأصغر الخمسة 3 4 المجموعة عناصرها محددة الأكس أكبر من الثنين وأصغر من العدد خمسة يوم الثلاثة والأربعة المجموعة الأولى أكبر من المجموعة الثانية الرموز المستخدم هنا لا يجب استخدام الرمز ينتمي ولا ينتمي لأن المقارنة بين المجموعات المقارنة بين من؟ بين المجموعات فالرموز المتفرة عندنا هي تبقى الرموز الأخرى المجموعة الأولى عدد عناصرها أكبر من المجموعة الثانية إذن ليست جزئية في هذا الشكل ننفر ليست جزئية هذا بالنسبة للجزء الثاني المجموعة رقم ثلاثة استخدميه الأنصر 12 لحظ أنصر عدد رقم 12 كتب بهذا الشكل ونطاني مجموعة ثانية عناصرها 6 12 18 مضاعفات العدد 6 المطلوب هنا العلاقة بين أنصر ومجموعة نستخدم الرمز ينتمي ولا ينتمي الأنصر هنا موجود فعلا إذن عملية هنا ينتمي بهذا الشكل المجموعة الثانية أيضا نستخدم بها عنصر اللي هو العدد 3 هو الرقم 3 المجموعة الثانية مكتوبة طريقة الصفر مميزة X عدد زوجي ما هي العداد الزوجية العداد الزوجية هي 0 146 8 إلى المالة نهاية بما أن الثلاثة عدد فردي فلا ينتمي للمجموعة هنا استخدم الرمز لا ينتمي المقارنة بين أنصر ومجموعة استخدم ينتمي ولا ينتمي هذا الجواب أيضا نخل لهذا هنا يجب كتابة هذه المجموعات بصورة مبسطة حتى يطالب تكون عند المقارنة صحيحة الجزء الآخر المجموعة الأولى تحتوي على ثلاثة عناصر اللي هو واحد اثنيا ثلاثة مجموعة ثانية عناصرها ثلاثة اثنيا واحد الملاحظة الأولى نفس العناصر المجموعة الأولى والمجموعة الثانية تحتوي على نفس العناصر أيضا نقدر استخدم المساوات أيضا نقدر استخدم رمز المجموعة الجزئية الجوابين صحيحات بالنسبة للمجموعة هذه ننتقل للخطة رقم آخر رقم ستة المجموعة الأولى تحتوي على ثلاثة عناصر اللي هو واحد اثنيا ثلاثة المجموعة الثانية تحتوي ثلاثة اثنيا واحد وعناصر إضافية عناصر المجموعة الأولى أقل من عناصر المجموعة الثانية العناصر موجودة فعلا في المجموعة الثانية إذا هنا استخدم مجموعة جزئية على اعتبار أن العناصر الأولى موجودة ضمن مجموعة واحدة المجموعة الأخيرة قد هنا مجموعة عناصرها 157 فراغ مجموعة ثانية عناصرها 5 7 العناصر المشتركة موجودة الناتج النهائي موجود 5 7 هذا العدد 5 موجود لاحظ بهذا الشكل العدد 7 كذلك موجودة فعلا إذن هنا العملية تقاطع تقاطع المجموعة الأولى مع المجموعة الثانية بالعنصرين 5 و 7 ركز على فكرة التقاطع من ضمن هذه المجموعة هذه الفكرة الثانية اللي موجودة هنا أول طريقة الإجابة فيها تكون على الشكل التالي أولا نحصل عبارة صحيحة ثانيا المجموعات اللي تكتب بطريقة الألفاظ أو الصفة المميزة يجب كتابة عناصرها فعلا ثم تكون المقارنة بين كل مجموعتين حتى نستخدم الرموز الأولى الصحيحة وإذا كانت المقارنة بين العناصر والمجموعات نستخدم الرمز ينتمي ولا ينتمي إذا كانت عناصر المجموعة الأولى نفسها فعلا هي عناصر المجموعة الثانية نقدر نستخدم رمز المساوات ورمز المجموعة الجزئية أما في المجموعة الأخيرة فعدنا مجموعتين بينتهم عناصر مشتركة المجموعة تحتوي على العناصر المشتركة فقط هذه مثلا عملية التقاطع المجموعة الأولى والمجموعة الثانية إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله